اشتركوا في القناة اللي هي يعني كلنا مرت علينا كتير مهم انه الاهالي تواصلوا معانا في مساء دريم واحنا عرضنا المشكلة والحقيقة انه سعداء انه معارض هذه المشكلة في مساء دريم تم تشكيل لجنة من المسؤولين في وزارة الاتصالات والقائمين على التليفونات هناك في مصلحة التليفونات في الغربية واتعمل فريق عمل بقالوا النهاردة 7 ايام بالزبط بيشتغل بيدوروا لسه على العطل وهم بيقولوا ان فيه فعلى مشاكل كتير في الاعطال وحسب كلام الاهالي انه لسه العمل لغاية النهاردة مستمر تعالوا ناخد هاتفيا الحج عبد المنعم البطاوي من اهالينا في شبرى ملس اهلا بيك يا فند اهلا بيك مبروك ان شاء الله بإذن الله يا رب كده نبارك لك وانت بتكلمنا دلوقتي من على الارض ولا من على الموبايل من الارض اه من التليفون الارض اللي كان عطلان دي طب والله احنا صعداء والله الحمد لله الله يا كريمك قلنا احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ امينا ومراسل جريمي الاستاذ عبدالله الله يخليك زمينا عبدالله منتصر طبعا اللي تابع معكم يا عبدالله منتصر اه راجل منتصرم وجه عمل حوار معنا في البلد هنا بقيمero قرية ام عيب لأنه يكون قرية ام في الحافظة الغربية وقرية سانعية واتأتعان على الحرارة بالقبل الأرض وهلقب пятية ما بتقتنطى واتف Naruto لنشكرهم بردا بس اللي اللي شعره في الأوائي ما نلوم بش زم العشان يجازوهم يعني ما نلوم بش زم وهما جازو حد في الاطل اللي حصلmileاً لما زعنا التقرير ولهما ان� Veron ülken الابر والل referencing الغسلطة كل قبل الأرض اللي هو الش brown мخابر وشارع الجمعات الزراعية يعني احنا لما زعنا التقرير فيه ناس اتقذت بعدها فيه ناس اصلاح نتقلنا ان احنا لما زعنا التقرير فيه ناس يعني اتحسبوا ان هما انتوا ليه تتكلموا على الاعطال وكده طيب المهم دلوقتي الفريق هناك شغاله بيبصوا على الكابلات والكلام ده كله يا حج عبد المنعن نعم نعم سامعك الفريق شغال دلوقتي هناك لا لا عطالي فيه تلكل이�اء تشغ oluşطير تلكلط فيه struct العطلينة وبعدين هم مشتغلهم يعني هم ديلة موجودين من طنتة طيب مemics trabalhar الارض بجريSA ومuctرhab marvelous طيب مفعش ان يضرو الناس اللي هم مشتغلوا في الهواقي طيب اللي مشتغلوا في الهواقي ماميهمش ذكذا انا بس انا مش فاهمة يعني ايه الناس اللي بتشتغل في الهواقي اتحسبو انا مش فاهمها دي طيب يعني بنشكر الأول الشركة المصرية للتصلاة في الغربية وفاصل الدلتة المجلور ما بعملوه يعني من يوم ما كلمنا الساتيك والساتيك جدنا التليفون وهم ما بشتغلهم يعني مهم مشكرين بشتغلهم والرجل في الصورة قدامي دي اهو مشتغل على وقت ديوت ده ما زنبوش حاجة يعني طيب طيب يعني دي قرارات داخلية عندهم بقى هم يشوفوا يحسبوا مين ويشكروا مين ويرقوا مين أو يجازوا مين مهم في النهاية انه ما ينفعش الحقيقة بكل حال من الأحوال بأي حال من الأحوال انه مواطنين يعودوا فترة طويلة جدا التليفونات الأرضي مقطوعة عنهم مع انه دفعين كل اللي عليهم والحقيقة انه لف اللي لفوها غير طبيعية في موضوع الشكوى فيعني الدايرة دي الحقيقة مش المفروض ان اي مواطن مصر يقع فيها بعد كده في اي خدمة من الخدمات اللي حصل في النهاية انه الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى دعنا هذا التقرير وعلى طول فيه فرق نزلت وفيه جزء كبير من أهالي القرية التليفونات رجعت لهم تاني وفيه لسه شغل في الأعطال ان شاء الله يارب يشتغلوا عليه أحسن